اهلا بكم مشاهدين في هذا الموجز الاخباري التقى المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الامارات الدكتور انور جرقاش التقى المنسق المقيم ومنسق الشئون الانسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد جريسلي والمبعوث الامريكي لليمن تيم ليندر كينغ واكد جرقاش دعم دولة الامارات لكافة الجهود الرامية الى التوصل لتسوية سياسية شاملة تضم كافة الاطراف اليمنية لضمان ترسيخ الاستقرار والسلام وبما ينعكس على ازدهار وتنمية اليمن ورحب بتطورات الاخيرة المتعلقة بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني املا ان تساهم الخطوة في دفع جهود السلام عبر حوار جدي يناقش كافة القضايا المتعلقة بالشأن اليمني شدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس خاسم الزبيدي على اهمية حشد الجهود واستنفار الطاقات لانعاش الوضع الاقتصادي وتوفير الخدمات للمواطنين جاء ذلك لدى لقائه بعض من وزراء حكومة المناصفة واكد الزبيدي على ان المرحلة تتطلب مضاعفة الجهود من قبل الحكومة لتنفيذ اصلاحات عميقة يلمس اثرها المواطن الذي طحنته الحرب والازمات المتلاحقة من جانبهم اكد الوزراء استعدادهم لمنضاعفة الجهود خلال المرحلة القادمة وتنفيذ المهام الموكلة اليهم من قبل قيادة المجلس الرئاسي وصلت ميليشيات الحوث خروقاتها للهدنة المعلنة لليوم التاسع على التوالي في جبهات القتال بمحافظات تعز والحديدة وحجة والجوف ومأرم ورصدت القوات الحكومية واحدا وثمانين خرقا ارتكبت الميليشيات الايرانية منها ثلاثة وعشرون خرقا للهدنة في جبهات تعز واثنان وعشرون انتهاكا في جبهات مأرم الجنوبية والغربية والشمالية الغربية وتنوعت الخروقات بين محاولتي تسلل نفدتها الميليشيات الحوثية في محور حيس بالحديدة ومحاولة تسلل اخرى باتجاه احد المواقع العسكرية في جبهة الفليحة جنوب مأرب انتزع مشروع مسام لتطهير الاراضي اليمنية من الالغام اكثر من 1400 لغم خلال الاسبوع الاول من شهر ابريل زرعت الميليشيات الحوثية في مختلف المحافظات وذكر المركز في بيان لها ان عدد الالغام المنزوعة منذ بداية مشروع مسام حتى الان بلغت 330.981 لغما زرعت الميليشيات الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات لحصد المزيد من الضحايا الابرياء من الاطفال والنساء وكبار السن تراقب منظمة الصحة العالمية عشرات الاصابات بسلالتين فرعيتين جديدتين من المتحور اوميكرون الشديد العدوى من فيروس كورونا وذلك لتقييم ما اذا كانت اشد عدوى او اكثر خطورة وقالت المنظمة انها اضافت السلالتين الفرعيتين من سلالة اوميكرون الاصلية الى قائمتها للمراقبة وهي تقتفي بالفعل اثر السلالتين المنتشرتين عالميا الان واضحت المنظمة انها بدأت اقتفاء اثارهما بسبب الطفرات الاضافية التي تلزم دراستها بشكل اكبر لفهم تأثيراتهما على امكان التغلب او امكانية التغلب على المنعة نهاية الموجز لاللقاء